موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا المنحة دي طبعا تعتبر حاليا من اشهر وافضل المنح واللي بتقبل اعداد كبيرة وهي منحة حكومة هنغاريا او المجر خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل المنحة بشكل اكبر هي منحة حكومة هنغاريا للباكالريوس والماجستير والدكتوراه الدولة اللي هيكون فيها المنحة هي هنغاريا او بيطلق عليها المجر سابقا الدرجة العلمية الموجهة لها هذه المنحة المنحة ديها جماعة موجهة لدرجة الباكالريوس والماجستير والدكتوراه يعني يعتبر كده انها متاحة لجميع الفئات الدراسية سواء انت عايز تدرس درجة البكالوريوس او في اخر سنة من السنوية العامة تقدر تقدم لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وعايز تقدم للماجستير تقدر نفس الشيء بينطبق على الدكتوراه لو انت ما خلص ماجستير تقدر تقدم للدكتوراه يعني هي من الاخر ان المنحة دي متاحة لجميع الفئات الدراسية تمام؟ طيب بالنسبة ليه عدد المنح المتاحة عدد المنح المتاحة هي 5000 منحة تمام يعني المنحة دي هيتقبل فيها خمس تلاف شخص من الدول المشاركة في المنحة وتعتبر ان الدول المشاركة في المنحة معظم دول العالم والدول العربية كمان كلها متاح لها التقديم فبالتالي العدد اللي هيتقبل فيها هذه المنحة عدد كبير يعني هتاخد اشخاص كثير فبالتالي فرص المتقدمين هتكون كبيرة للقبول لان العدد كبير وهي منحة حكومية وليست منحة جمعية فالمنح الحكومية دايما معروفة انها بتاخد اعداد كبيرة جدا بالنسبة للجامعات المتاحة في هذه المنحة معظم الجامعات الموجودة في هنغاريا متاح لها التقديم تمام تعتبر معظم الجامعات متاحة بتختار الجامعة اللي بتنسبك تمام طيب بالنسبة ليه التخصصات المتاحة في هذه المنحة معظم التخصصات العلمية والادبية متاحة وموجودة تمام لان مشارك في المنحة معظم جامعات هنغاريا يعني مشارك في المنحة دي جامعات كتير فبالتالي انت لو ما لقيتش مثلا انت بتدور على جامعة معينة لو ما رقيتش فيها التخصص بتاعك ممكن تشوف جامعة اخرى يكون متوفر فيها تخصصك فبالتالي ان معظم التخصصات هتكون موجودة نظرا لتنوع الجامعات وعددها الكبير فبالتالي تقدر تدور على الجامعة اللي موجود فيها التخصص بتاعك تمام كده وهنا انا هتطلقوا لينك عشان تلاقي فيه كل التخصصات المتاحة يعني التخصصات العلمية والادبية كلها متاحة تمام او معظم التخصصات متاحة ولو عايز تطلع بشكل اكبر على التخصصات تضغط على كلمة هنا دي هيفتح معاكو هينزل ملف وورد تمام او في سورة اكسل الملف ده انت هتلاقي فيه كل التخصصات كل التخصصات هتلاقيها متاحة في هذا الملف المعروضة من قبل الحكومة وهتلاقيها مدرجة بالتخصص البكالوريوس التخصصات للبكالوريوس لوحدها الماجستير لوحدها الدكتوراه لوحدها وهتلاقيها مندرجة بهذا الشكل وموجودة في هذا الملف تمام كده طيب الدول المتاحة للتقديم زي ما قلنا الدول العربية ومعظم دول العالم متاحة للتقديم تقديم طب لغة الدراسة في هذه المنحة المنحة دي بتقدر تدرس فيها بعدة لغات ممكن تدرس فيها باللغة الانجليزية او الفرنسية او الهنغارية او الالمانية ولغات اخرى يعني انت بتشوف الجامعة اللي انت هتقدم ليها وبتشوف التخصص اللي انت عايز تدرسه معروض باي لغة وبالتالي ليك الحقي انك تقدر تختار يعني لو انت شخص مثلا بتعرف في اللغة الانجليزية بتختار التخصص بالانجليزي لو انت بتعرف اللغة الفرنسية ممكن تدرس باللغة الفرنسية اه زي دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس اه وموريتانية طبعا بيتكلموا فرنسي فاااا ليهم الحق برضو ان هم يدرسوا في احدى الجامعات الناطقة باللغة الفرنسية تمام او اللي بتدرس باللغة الفرنسية كذلك اللغة الهنغارية متاحة وكذلك الناس اللي بتعرف الماني في جامعات بتدرس باللغة الالمانية فبالتالي تعتبر ان المنحة دي ممتازة جدا نظرا انك بتقدر تختار اللغة اللي انت عايزة للدراسة تمام كده طيب بالنسبة ليه التمويل التمويل في المنحة دي تمويل صراحة آآ كويس جدا اول حاجة الرسوم الدراسية بالمجان انت مش هتدفع اي تكاليف خالص للدراسة كل الرسوم الدراسة على حساب المنحة يعني حضرتك لو اتقابلت في المنحة ان شاء الله المنحة تتواصل مع الجامعة اللي انت تقابلت فيها والحكومة او آآ المنحة اللي الحكومة هتدفع الرسوم كاملة للجامعة اللي انت تدرس فيها تمام كده طيب هيكون فيه مرتب شهري مية وتلاتين يورو لمرحلة البكالوريوس وربعمية وخمسين يورو آآ لا هيكون فيه مية وتلاتين يورو لمرحلة البكالوريوس الماجستير هياخده مية وتلاتين يورو ومرحلة الدكتوراه ربعمية وخمسين يورو تمام كده فطبعا هو المرتب بتاعها مش كبير بالنسبة طبعا للبكالوريوس والماجستير ولكن يا جماعة آآ آآ المنحة دي بتسمح بالعمل أثناء الدراسة يعني أنت مسموح لك تشتغل سواء أنت تشتغل مع الجامعة تشتغل في مكتبة الجامعة تشتغل شغل خارجي بتقدر توفر منه مصاريف إضافية لمعيشتك بالإضافة كمان أن الراتب ده متوفر مع غرفة مشتركة مجانية للسكن في الجامعة يعني يعتبر أنك تاخد سكن كمان من المجان يبقى عندك رسوم دراسية بالمجان هيكون في راتب شهري لأي احتاجات شخصية هيكون فيه سكن بالمجان مش تدفع ليه أي تكاليف خالص كمان هتشمل التأمين الطبي في حالة لقدر الله حدوث مرض أو حالس هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة تمام؟ ركز بقى معايا في النقطة الجاية دي لأنها نقطة ممتازة جدا من خلال الدراسة في هنغاريا أو المجر تمام؟ هتمكنك منها الحصول على فيزا شنغن بيطلق عليها فيزا شنغن وتستطيع من خلالها التجول في كل دول أوروبا بالمجان يعني أنت معروف طبعا من هنغاريا من دول الاتحاد الأوروبي فلما أنت تدري السنك هتعملك إقامة أوروبية وتقدر من خلال الإقامة دي أنك تتجول في كل دول أوروبا يعني لو عايز تخش ألمانيا تقدر إيطاليا تقدر تقدر تخش دول الاتحاد الأوروبي كلها بدون أي مشكلة خالص من خلال الفيزا اللي هتاخدها والتأشيرة الدراسية اللي هتاخدها في هنغاريا تمام؟ فدي حاجة ممتازة جدا جدا كمان زي ما أنا وضحت في الأعلى أن تستطيع العمل أثناء الدراسة ممكن تشتغل زي بارت طايم بجانب الدراسة عشان لو أنت محتاج مصاريف إضافية تقدر توفرها من خلال هذا العمل طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن الأوراق المطلوبة في هذه المنحة أول حاجة مطلوب منه خطاب نية وده من أهم الأشياء ولازم تكتيبه بصيغة كويسة وتعمله بشكل كويس ثاني حاجة إذا كنت ستدرس باللغة الإنجليزية يجب تقديم أي شهادة لغة وإثبات حصولك على الدرجة السابقة باللغة الإنجليزية يعني لو حضرتك أنت زي ما قلنا في الأعلى هنا كده قلنا أنه متاح تختار أي لغة أنت عايز تدرس بها ولكن عشان تختار اللغة لازم تجيب أي شهادة مش مطلوب منك لأيلة سواء تويفل بشكل إلزامي ولكن هات أي شهادة بتثبت قدرتك في اللغة الإنجليزية عشان يبقى متاح لك الدراسة في هذا الكورس أو في التخصص اللي أنت عايزه باللغة الإنجليزية كذلك نفس النظام لو أنت عايز تدرس باللغة الفرنسية لازم تثبت أي شهادة باللغة الفرنسية أنك بتجيد هذه اللغة وطبعا لو أنت درست مرحلة سابقة باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية هنغارية ألمانية بتجيب أي شهادة بتثبت كده فأنت بتكون معفى من تقديم الشهادة يعني أنت لو مثلا لو جبت ورقة من أي مؤسسة أنت درست فيها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو ما إلى ذلك فأنت بتعفى من تقديم أي شهادة لغة تمام كده؟ طيب كمان مطلوب آخر شهادة حصلت عليها وتقديم كشف الدرجات وإذا كنت في آخر سنة ممكنك تقديم كشف الدرجات لآخر سنة أو تيرم لديك يعني لازم تجيب شهر التخرج بتاعتك وكشف الدرجات تمام؟ ولو أنت في آخر سنة مثلا من السنوية العامة وعايز تقدم متاح لك التقديم آخر سنة بكالاريوس أو الماجستير وعايز تقدم متاح برضو ولكن أنت بتجيب كشف درجات لآخر سنة دراسية انتقدتها أو لكل السنين الدراسية السابقة قبل السنة النهائية تمام كده؟ كمان مطلوب تقرير طبي يثبت سلامة المتقدم من فيروس الإيدز والاتهاب الكبد الفيروسي أو أي أوبئة أخرى فيه تقرير طبي فيه فورم عليه لازم أنت حضرتك تطبع هذا الفورم وتملأه تمام؟ وتحصل على هذا التقرير الطبي من أي مستشفى أو عيادة خارجية بتثبت أنك خالي من الأمراض وده شكل الفورم زي ما هنشوف دلوقتي تمام؟ طبعا هو فورم لازم يتملأ من مؤسسة طبية سواء عيادة خارجية مثلا سواء مستشفى حكومي ما إلى ذلك فلازم هم يكتبوا البيانات ويمدوا على الخطاب ده ويمدوا أنك خالي من أي وباء أو أي مرض تمام كده؟ فده بالنسبة للخطاب وأنا حتطلقه اللينك بتاعه بالفعل هنا طيب كمان مطلوب منك صورة جواز السفر لازم تكون موجودة تمام؟ مطلوب حاجة اسمها خطاب الموافقة على المنحة ومثال عليه فيه خطاب كده ده لازم أنت تطبعه وتمدي عليه في آخر الخطاب خطاب بسيط تمام؟ أنا حتطلقه لينك بتاعه هنا ده الخطاب لازم أنت تطبع هذا الخطاب وتمدي عليه في الآخر إنك موافق على كل شروط المنحة وكل القوانين تمام كده؟ فده بالنسبة للخطاب الموافقة على المنحة آآ كمان آآ مطلوب آآ خطة بحس لطلاب الدكتوراه الناس اللي مقدم على درجة الدكتوراه لازم تعمل خطة بحس تمام؟ اللي مقدم على البكادرية والماجستير مش مطلوب حاجة اسمها خطة بحس ولكن الناس اللي مقدم على الدكتوراه لازم يتم توفير خطة خطة بحس كمان مطلوب اتنين توصيات بشكل إلزامي لطلاب الدكتوراه يعني الناس اللي هتقدم على الدكتوراه لازم يكون مع اتنين توصيات طبعا الشرط ده هو خطة البحث رسائل التوصيات وخطة البحث مطلوبين الزامي للطلاب المقدمين على درجة الدكتوراه اما بالنسبة لباكدونوس والماجستير مش مطلوب بشكل الزامي رسائل توصيات او خطة بحث تمام كده فده يعتبر بالنسبة ليه الاوراق المطلوبة في هذه المنح طيب ازاي حضرتك بها ممكن تقدم على هذه المنح عندنا التقديم للمنح دي ينقسم على شقين او مرحلتين اول حاجة ملابليكيشن التقديم اونلاين واختيار البرنامج اللي زي تريده فيه ابليكيشن هنشوفه بعد شوية لازم انت حضرتك تملاه وتختار التخصص اللي انت عايزه والجامعة وما الى ذلك حلو الكلام طيب الخطوة التانية بعد كده في حاجة اسمها ارسال نسخة من الابليكيشن والاوراق المطلوبة ومتطلبات اخرى الى الجهة المسؤولة في بلدك تمام يعني ايه بقى الجزئية دي يعني يا جماعة هنا التقديم اول حاجة بتملأ ابليكيشن اونلاين تاني حاجة ان بيكون فيه مؤسسة مسؤولة ببلدك اللي هي مثلا زي وزارة مثلا الخارجية او مثلا السفارة هنغارية بتكون مسؤولة عن استقبال الاوراق المطلوبة دي يعني انت لازم بعد لما تملأ الابليكيشن تاخد الاوراق دي كلها تمام اللي احنا ذكرناها هنا وبيتروح بتسلمها للجهة المسؤولة ببلدك الجهة المسؤولة ببلدك دي بتكون يا اما السفارة يا اما وزارة الخارجية ما الى زي تمام وفيه على الموقع الرسمي اللي هنشوفه بعد شوية الموقع الرسمي للمنحة حطين مكان للتواصل او للجهة المسؤولة لكل بلد تمام كده طيب فيبقى اول حاجة انت بتملأ الابليكيشن تاني حاجة بتجمع كل الاوراق دي في ملف واحد وبتبعتها للجهة المسؤولة في بلدك والجهة المسؤولة ببلدك بتراجع الاوراق دي وبعته اختار للمنحة وبرضه المنحة بتراجع الابليكيشن بتاعك وبيتم الاتفاق على قبولك من خلال الجهتين من خلال الابليكيشن اللي بيتم ملقه ومراجعته من المنحة ومن خلال الابليكيشن اللي بيتم مراجعته من الجهة المسؤولة ببلدك تمام كده فده بالنسبة لكيفية التقديم طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي اخر موعد هو 16 يناير 2021 ده بالنسبة لميل الابليكيشن اونلاين اللي هي الخطوة الاولى طيب بالنسبة للتقديم في الجهة المسؤولة اخر موعد اخر موعد يعني بيكون على حسب الجهة المسؤولة نفسها لان كل جهة طبعا بتكون مختلفة من بلد الى اخرى فهم بيعلنوا يعني امتى الحد الاقصى لاستقبال الاوراق فبالتالي لازم انت تتواصل معاهم وتعرف منهم امتى اخر معاك في بلدك عشان يستقبلوا الاوراق ده بالنسبة للجهة المسؤولة ولكن عادة يعني هيكون قريب من هذا التوقيت مش هيكون يعني قابله بكتير جدا تمام كده او كمان احتمال هيكون بعده يعني ممكن في بعض الجهات المسؤولة في بعض البلدان بتستقبل الاوراق حتى بعد آآ آآ يعني انتهاء مدة طيب كده بقى شرحنا اخر موعد للتقديم وهنا عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هزي المنحة ونمشي معاك في كل الخطوات ونكون موجودين معاك خطوة بخطوة في كل شيء ان شاء الله متاح التقديم منها لنا او آآ في خدمة تانية اسمي خدمة تجهزة الاوراق بشكل احترافي ودي بتستخدمها في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها وتقدم بنفسك تمام كده وازا اذا طبعا عايز اجي خدمة من هزي الخدمات بيتلاقي رابط استمرت كل الخدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو بتملق رابط الخدمة اللي انت عايزها وبيتم التواصل معاك في قرب وقت وترتيب كل شيء طيب هنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي اللي فيه التفاصيل وهو عبارة عن ملف بي دي اف هتلاقي فيه كل التفاصيل الخاصة بالمنحة تمام ملف ده كل التفاصيل مذكورة آآ امتى المنحة بتفتح آآ آآ يعني التمويل بتاعها ازاي آآ كل التفاصيل ايه الاوراق المطلوبة هنا مدة البكالوريوس والماجستير هنا الشروط الناس اللي هتكون يعني الدول اللي هم عايزينها وآآ الشروط اللي لازم تنطبق في المتقدمين كل التفاصيل موجودة هنا تمام كل الاوراق المطلوبة هتلاقيها برضو موجودة هنا وازاي عملية التقديم بتمشي برضو ادي سلسلة زي بيوضح لك ازاي بتمشي عملية التقديم لحد لما بتاخد القبول وبتوصل للهن غريب تمام وهنا كل الاوراق المطلوبة زي ما احنا شرحنا كل التفاصيل هتلاقي موجودة هنا في الفورم ده او في الملف ده تمام كده طيب وهنا انا هتطلقه رابط تاني اسمه قبلين او او قدم الان ده اللي فيه ابليكيشن التقديم اللي انا كنتم تلكو عليه في اول حاجة ولتلكو في حاجة اسمه ابليكيشن تقديم اونلاين هو ده بقى تمام ففي الابليكيشن ده بقى انت بتبدأ انك تملاه تمام وبتختار دولتك وبتملق كل البيانات فيه وبتختار التخصص اللي انت عايزه طيب انا في السنة اللي فاتت في شهر نوفمبر كنت شرحت هزي المنحة وكنت اتكلمت عنها بالتفصيل وكنت اتكلمت عن كيفية التقديم في المنحة وشرحت ابليكيشن التقديم كاملا فمنعا للتقرار انا احطلكو برضو اسفل هذا الفيديو رابط الفيديو السابق تقع السنة السابقة وهتلاقي فيه كيفية التقديم في الابليكيشن اونلاين خطوة بخطوة وهتلاقي كل التفاصيل ايضا ان شاء الله تمام يبقى كده احنا شرحنا كل التفاصيل المنحة منحة ممتازة اه من اهم مميزاتها انها بتديك الفيزا اللي شنغل ان اللي انت بتقدر بها تتجول في كل دول اوروبا بالمجان وفي هاراتب شهري لعمل اثناء الدراسة المتاح توفير سكن مجانا تأمين طبي كل هزيين مميزات بتكون على حساب المنحة اخر موعد لملئ الابليكيشن الاين ستاشر هناير الفين واحد وعشرين في اه يريد تقدموا وترتبوا كل اوراقكم من دلوقتي وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته